اهلا بيكوا شباب النهاردة فيديو سيسنائي لأحدث الزرارات شاومي في السوق المصري وهو ريدمي 9A موبايل فاكتصادية جدا تحت 1500 جنيه او تحت 200 دولار هنالكلم بشكل اساسي عن قطع الهاردوير وتفكير الموبايل ما الداخل وهناخد نظر تفصيلها عن كل امور تخص التصميم والخمات والاداء اهلا محتوى تلب تشاركة اقلادية تماما بدون جراب او سكريم بروتكتور مع كابل شحن من نوع ميكرو يو اس بي وشحن تقليد دي بقدرة عشرة واط شحن يعتبر بطيء ريدمي 9A واحد من افضل خيارات المتاحة في الفالة اقتصادية تحت 100 دولار بميس الشاشة الكبيرة والبطرية الضخمة 5000 ميلي امبير مع وجهات شاومي مي اي اتنشر بدون المميزات المعتادة زي ميزة المساحة الاضافية وميزة عمل لصغتين من التطبيقات ولوحة الاشعارات وهي الكنترول سنتر الموجود في الوجهة الجديدة شكلها يعتبر مميز تنصيق الايكونات بتسهل الاستخدام بيد واحدة مع فصل اشعارات التطبيقات عن مركز التحكم وبالتالي يعني وهو شيء متعب شوية في اول استخدام ولكن مع الوقت هتعود عليه وهيبقى شيء سهل بالنسبة لك اهم ما هي ميزة ريدمي 9A هي مقسة الكبيرة 6300 ميلي بوصة من نوع IPS LCD شاشة مميزة اجمالة من حيث درجة التشبع ودرجة السطوع القصوى تحت ضغط الشمس مع امكانية تعديل نظام الالوان وتفعيل خاصية تعزيز السطوع اثناء الاستخدام تحت الضوء العالي بنية الموبايل من الخارج حقيقة محترمة جدا لما تضغط على الشاشة من اي مكان مش هيبقى فيها هالات سوداء وبالتالي ده معبر عن بنية الموبايل والبلد الكوات الخارجية موبايل اجمالة مروح في الاستخدام بسبب النحافة الموبايل والكريفات الموجودة على الضغط طبعا ما يعيب التصميم ده هي حاجتين عدم وجود مستشعر بصمة وعدم وجود ماك اضافي العز الضوضاء بنتقل بالحديث الى موضوع الخامات والتصميم والتصميم وكل الامور بتخصد هاردوير الداخلي ظهر الموبايل المدمج بشكل كويس جدا مع سبيجة الانومليوم الداخلية ظهر نفسه بتخانة اربل واحد ملي تسعة من عشرة ملي شغل انتنات الواي فاي والجي بي اس والشبكة الرئيسية مع اول ملاحظة على تصميم القطعة الداخلية بنلاحظة من تصميم تقليل تماما بنفس رصة المقامات الاكترونية الموجودة لغاية 5000 جنيه من شاومي ومن غيرها من الشركات وغطة حماية الكاميرا الخلفية عبارة عن خليط من الزجاج والبلاستيك ومبنج بشكل ممتاز مع الغطاء كاميرا السيئة 13 ميجا بيكسل فتح عاسة واحد فاصلة تمانية فتح عاسة اعتبر واسعة بعد الساعة متحركة بتدعم خاصية او اثناء التصوير السابت او الفيديو بتقدم صور معقولة يعتمد عليها في فيسبوك وانستجرام وخلافه مع السيلفي بيقدم الحد الأدنى من الجودة ومناسب تماما لفائة الميت دولار بعد الساعة لا تدعم خاصية بأداء مقبول في الضوء المسالي فقط كل القطع الهاردوير الداخلية مصبتة على سبيكة الامونيوم داخلية قوية جدا وهي الماثر بورد نفسها موجود عليها موجود بشكل مباشر على المعالج وبالحديث عن المعالج والايسهات اللي تعتبر اهم اسرار الماثر بورد ريدمي ناين اي جايب معالج من ميديا تيكو متي ستة سبعة ستة اتنين في وحدة الرام الاتنين جيجا من شركة مايكرون تكنولوجي الامريكية بنسخة وحيدة في مصر اتنين جيجا زي ما قلنا مع اتنين وتلاتين جيجا زاكرة داخلية من سان ديسك زي ما وضحنا في الفيديو على ايسهات زي ما حضركم شايفين كده والتالي زاكرة داخلية اتنين وتلاتين مع رامات اتنين يعتبر الحد الادنى لما يفعلش اشتري حاجة اقل منه في المبيلات الاقتصادية ومناسب جدا لفئة الف وخمسمائة جنيه مصري وشوفناش حاجة ربعة وستين جيجا او رامات تلاتة في الفئة دي اطلاقا نظام الصوت في الموبايل اجمالا بدون ملحظات سلبية صوت سماعة المكالمات نقي وهي صوت سماعة المكالمات واعتبر صوت نقي ومميز مداخل مخارج الصوت مدعمها بمجموعة كبيرة من جوانات المطاط وهي شبكة دقيقة جدا مهمتها حماية مدخل مبايل لد السوائل وقل القطع دي مدمجة بشكل مميز جدا يجب الحرص اثناء استخدام دبوزرج الشريحتان يعني مش هينفع نخرم الشبكة الخاصة بحماية المايك الاساسي اللي موجود على القطع السفلية عشان كده حبينا نوضح الامور دي لان هي ممكن تؤدي الى ضرر المكونات الداخلية لو احنا دخلنا دبوز طبعا هي المايك مش هيبوز ولكن هيؤدي الى تصرب محتمل للعرق او رطوبة او ما الى ذلك للقطع الداخلية طبعا المازر بورده جماعة زي ما احنا ملاحظين كده هنوضح بقى نقطة تفاصيلية كده يحبين نركز عليها من نهاردة ان المازر بورده جماعة زي ما احنا شايفين كده هي مجهزة ان هي يضاف عليها قطع على الاماكن الخاصة بالاصدير الموجودة دي النقطة التواصيل للاصدير الموجودة عسنا عندنا هنا ممكن نوصل هنا او مستشار البصمة اللي موجود في ريدمي ناين سي والنقطة اللي في ايه نقطة التواصيل اللي في ايه خاص بكاميرا ديب سنسور او المستشار روامك الخاص بالكاميرا الاساسية تبتاشر ميجا بيكسل بقى في كاميرا اضافية ده كمان ده مكان خاص بكاميرا ميجا بيكسل او اتنين ميجا بيكسل او وطبعا زي ما احنا ملاحظين كده عرضه ده مكان المايك الاضافي الخاص بيعز للضوضاء مش موجود هنا بتالي مبايا الاجمالة مبنية على ريدمي ناين سي اللي تم اصداره في الهند بفرق عشرة دولار وده قرار كان صحي من شاومي انت لو عايز تعلم ما تروحش ريدمي ناين سي روح على طول ريدمي ناين العادي جدا جاي في فقه سعرية ممتازة جدا بسعر الفين وابتين جنيه يبقى خيار مثالي للناس اللي حابة تاخد تجربة مميزة اكتر من تجربة ريدمي ناين اي العادي نقطة عليها جدل واحيانا بيحصل عليها خلاف واحيانا بيبقى فيها يعني بعض الجدل كده هي مستشعر اللايت سنسور وهي مستشعر بروكسيم سنسور اللي انا هيبطلت ان انا اتكلم فيهم بقى لي فترة كبيرة بجابش سرط اللايت او بريكسيم سنسور حيانا في ملاحظة سلبية يعني على قطع الهاردوير الداخلية من شاومي ان مستخدمين هم لايت سنسور وبريكسيم سنسور الاتنين انتجريتت كده مع بعض في قطعة واحدة مختصرة بتقدم الوظفتين في آآ قطعة هاردوير واحدة ورجبة مشاركة على البوردة بعكس الطريقة التقلادية ان المستشعر التقارب او بريكسيم سنسور بيبقى موجود في ناحية والناحية التانية بيبقى موجود آآ مستشعر دبس طوار التلقائي للشاشة بالتاني هنا الميزة دي موجود بدها قطعة واحدة قطعة وتعتبر جوداتها مش عالية فبالتالي مستشعر دبس طوار التلقائي اللي بيبقى بطيء على ما ياخد الوردر ويرجع يرجع تاني طبعا اشرت الكاميرات وجربت الكلام دي كله على اس ان انا استبعد الكاميرات خالص من القصر زي ما احنا ملاحظين كده هو بطيء شوية وانا حبيت ان اوضح الامور دي للناس على اس تبقى الامور واضحة آآ الاجزاء الداخلية ممكن يبقى فيها حاجات مدمجة مع بعض آآ مدمجة مع بعض في مهام كتيرة جدا ما تبقى مدمجة مع بعض وبالتالي دي نقطة انا حابين نوضحها للناس على اساس تبقى واضحة لحضراتكم زي ما احنا شايفين كده انا مش مضطرة او ان انا اخلعه من على المزر بورد عشان اتأكد من الكلام ده لكن كل الامور دي واضحة وتمنى الامور بالشكل اللي احنا بنقدمه ده يكون واضحة على الجمهور العادي والجمهور العادي بيستفيد منها خلال بطيئة الموبايل بطارية عملاقة خمس تلاف ميلي امبير بتشحن في اربس ساعتين ونص او تلات ساعات بالشحن مرفق في علبة الشرق العاشرة واط تعتبر بقى الخلطة بالنسبة للخلطة والموصفات الهاردوير الداخلي بالنسبة لي خلطة مميزة جدا ارجو انكم استفدتم من الفيديو ارجو ان انا اكون قدمت لكم المعلومات بطريقة ثالثة وبسيطة ومفهومة والمجمل الخلاصة في الموضوع انشانه بتقدم لك افضل هاردوير ممكن تعتمد عليه في الفئة دي وقيمة كبيرة جدا مقابل المال كعادة سلسلة ريدمي اللي تعودنا عليها في الفترة اخيرة عدم وجود مايك اضافي العازل الضوضاء يعني برضو احنا شوقنا اجهزة قرب الخمس سلاف جديدين فهاش المايك ده فبرضو مش نقدر نعتبر عيب ولكن العشم بناخدنا مع شاومي زيادة على اس ان احنا دايما متعودين ان هم بيقدموا افضل هاردوير مقابل اقل اسعار ممكنة فشغل عظيم جدا جدا وانا بحب شاومي ومستمتع جدا بالشغل في معظم الزهرات شاومي شكرا جزيلا والى اللقاء شكرا جزيلا